عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار لمتابعة الموقف الخاص بدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية وأشار وزير الصحة إلى أن عدداً من منشآة الرعاية الأولية يصل إلى 5,426 منشآة على مستوى الجمهورية تقدم العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض إلى جانب تخفيف التثقيف الصحي وتنظيم الأسرة وأشار وزير الصحة إلى أن خطة تطوير الرعاية الأولية ستسهم في زيادة عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة وتخفيف العبء عن المستشفيات